أهلا بكم الإمارات لم تعد آمنة عبارة تختصر المشهد الذي تواجهه الإمارات العربية المتحدة مشهد سقوط الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المتفجرة لم تعتده أو تشهده البلاد طوال تاريخيا ترافق كل ذلك مع تهديد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع المستثمرين الأجانب والشركات ورجال الأعمال بأن الإمارات لم تعد بلدا آمنا ما قد يعرضهم وأعمالهم واستثماراتهم إلى خطر شديد طالبا منهم المغادرة فورا فالإمارات وبحسب أحدث تقرير للمركز الاتحادي للتنفسية والأحصاء نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر قيمتها بـ 20 مليار دولار خلال عام 2020 ونجحت البلاد في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 82.5% خلال 16 عاما لترتفع بنسبة 132.5% خلال 6 سنوات عام 2020 وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 151 مليار دولار لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلا حول العالم بعيدا عن لغة الأرقام فإن الاقتصاد الإماراتي عانى من صعوبات كبيرة ولسيما في العامين الأخيرين من جراء تداعيات وباء كورونا والإغلاقات التجارية ما أصاب الميزانية الإماراتية بعز يقدر بـ 3.5% ارتباطا بما عانت منه أيضا الاقتصادات الغربية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الإماراتي أخيرا بعيدا عن الأرقام والخسائر يبقى الأهم وهي الثقة والبيئة الآمنة وهي العامل الجاذب الأول لأي مستثمر ومن دونهما لا استثمرات في أي قطاع فالبلاد غير الآمنة لا تجذب استثمرات بل تزرع قلقا وتوترا وخوفا على المال والرأس مال ترجمة نانسي قنقر